ترجمة نانسي قنقر 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 قصة تسمية مكتبة الملك فهد بهذا الاسم عندما تولى الملك فهد رحمة الله عليه الحكم في السعودية عام 1402 حبوا أهل الرياض أنهم يعبرون عن حبهم تنانهم لهذا الشخص العظيم فسموها مكتبة الملك فهد شد على يدهم سمو الأمير سلمان حينها كان أمير منطقة الرياض وقال اسمها مكتبة الملك فهد الوطنية فأعادوا تشييدها وأعادوا عمرانها من جديد وخلوها بالنسيج الأبيض اللي يشبه الخيم حقتنا فيها طبعا القبة الذهبية من فوق وهي جميلة جدا من خارج وأجمل كمان من جوا وصارت مرجع سياحي ثقافي اجتماعي أول لأهالي الرياض والمغتربين اللي يجعون عندنا أهلا بكم في تست درايف الرياض أهلا أهلا يا سلام عليكم يا سعودية السؤال الأول في أي عام تم تسجيل فن القط العسيري ضمن القائمة التمثلية للتراث غير المادي في منظمة الأونسكو عام 2016 عام 2015 عام 2017 ما توقع القط العسيري؟ القط شو؟ أنا توقع أنه من القط لا أنا أتوقع أحد فنون الفن العسيري أنا أتوقع هذا هو السؤال لا هذا هو السؤال أنا اللي معرفين فيها النساء وليس الرجال فأتوقع أنه شيء يتعلق بالحرف كده الإيدوية وقطهم أتوقع أنه 2017 لأنه recently كانت المواضي دي وانتي عارفة هذه الأشياء بالذات الفنون والتراث دوبنا يعني وكي صح كانت قديما موجودة بس دوبنا يعني بنسمعها أكتر وأكتر عرفتي أنا أتوقع أنه موضوع الفن بشكل عام شيء بدأ مؤخر طامتني أنا أميل نوع ما يلل آخر تاريخ 2016 2017 2017 أنا بدأت أشك في حاجة أنه هي جات من يعني هي وقت رعد صح كلامك فلينما يكون 2015 2015 صح نظمة اليونسكو مو من 17 من قبل خاصة نقرر عند مفترق الطريق المقبل اتجه إلى اليمين إذا كانت إجابتك عام 2016 اتجه إلى اليسار إذا كانت إجابتك عام 2015 أكمل طريقك إلى الأمام إذا كانت إجابتك عام 2017 2015 خلاص 2015 إن شاء الله جواب نهائي جواب نهائي يسار 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 ما أشرتي لازم تأشر أنا متلفي يسار طيب خاص 2017 نتخذ قرار مشاء الله عطولها فقط نتخذ عشان في بيديك همستري وبين أتيم عشان ما أبيل الناس أنا نختلف كثير أوكي 2017 خليك سيدا طيب خليك سيدا اختار الفريق الأخضر يروح يسار والجواب 2015 بينما الفريق الفضي راح قدام إلى الأمام وجوابه 2017 والجواب الصح هو 2017 يعني الفريق الأخضر ضحيتنا تتكون قاعدة القط من الجبس الأبيض ويتم إضافة أنماط هندسية يدويا وبشكل تدريجي بجانب طول الجدران تم تسجيله في الأونسكو في سنة 2017 خلاص خلاص نتعلم 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 من الأخطاء أول سؤال لسا أول سؤال لسا أرا أنا أسئله زلوا السارة جاين لك صحيح أنا جاين لك من اللي يجاوب؟ tips من اللي إتخذ القرار؟ انت قلت بالنس من اللي إتخذ القرار؟ أنا السواج اللي إتخذ القرار السؤال الثاني ما هو العضو الذي يستعمله الثعبان في حاسة الشم؟ اللسان الزيل أطوبت على لسان اللسان أو الديل؟ يعني مو ماadd قول ديله شم؟ هي تلسع لسانها عند مفترق طريق المقبل اتجه إلى اليمين إذا كانت إجابتك اللسان اتجه إلى اليسار إذا كانت إجابتك الذيل خلاص اللسان جواب نهائي لسان اللسان خلاص الجواب الجواب إن شاء الله اللسان اللسان يارب يمين أصحاب اليمين يمين درب الغالمين يمين درب الغالمين اتجهت السيارتان إلى اليمين وهذا جواب الصحيح فبالتالي سيكمل كل منهم الطريق نحو النهاية بكل سلام حسنا نحن هل يتم درب الغالمين كابتن أحسنت كابتن وأحلى فقرة يأكلون الله والآن مع البيت ستوب مبروك لقد وصلت لنقطة بيت ستوب تلام عليكم عزيز والعزيز حلو سهلا الأسئلة هذه إذا جاوبتوا عليها الصح رح تنقص واحد كيلومتر من الأسئلة اللي جاوبتوا عليها غلط البداية هي يعني مرحلة تعويض سؤال أولي يقول في أي عام تم افتتاح مشروع متزه السلام رسميا 1425 أظن أظن أن 25 سؤال لبعده كم هي مساحة البحيرة موجودة في متزه السلام 34,000 متر مربع أم 50,000 متر مربع 34 34 كم هو طول وادي حنيفة 120 أم 100 كم 120 رح تنقص رح تنقص بعده ما هي أكبر حداية مكة المكة المكربة تسم بساحة 150,000 متر مربع حديقة الحسينية ولا حديقة مكة أحسن أول أحسن أول أحسنية الحسينية رح تنقص بعده من هو صاحب نظرية النسبية؟ أينشتاين أو روبرت واتسن؟ أينشتاين رح تنقص بعده قط الرمال حيوان أليف أم حيوان مفترس؟ مفترس رح تنقص بعده ما هو المرض الذي أصاب الملاك محمد علي كلاي؟ الباركنسون أم سرطان الرئة؟ باركنسون سرطان الرئة أحسن سرطان الرئة أذكرت؟ رح تنقص بعده من هو صاحب أغنية الأماكن؟ محمد عبدو أم هاني شاكر؟ محمد عبدو هذا السوق له تاريخ تجاري ثقافي اجتماعي سياسي نشأ في عام 501 ما هو؟ سوق عكاب أم سوق العويس؟ سوق عكاب رح تنقص بعده متى وقعت الحرب العالمية الأولى؟ عام 1914 أم 1919؟ ساتعش يلا كده اتهت سنة البيتستوب بالتوفيق في الأسئلة الجاية حس كلها غنب حس كلها كيف يعرف الإجابة صح والغنب؟ حس كلها غنب كلها غنب رح تعرف الإجابة صح والغنب؟ فيني آية شفتوا كيف استبلاتي حقيت باثفايندر والله مرة بطلة سيارة دي دفع رباحي بطلة السؤال الثالث في اللغة العربية ماذا تسمى الألف التي تأتي بعد واو الجماعة؟ ألف الجامعة ألف الفارقة واو الجماعة الألف اللي تجي بعد واو الجماعة؟ يعني زي ما تقول تعالوا لا تعالوا ما هي واو الجماعة ما هي لغة عربية أصلا تعالوا أنا ما قلت سمعت بحياتي أنه في ألف اسمها جامعة أبداً ما قلت في ألف اسمها جامعة الفارقة ممكن مرت علي أصبري أبا عرف إش هي الفارقة دي والله يعني أنت وحضك أنا صراحة الفارقة؟ اللي تفرق الناس خليها مع نفسها ماي بحلوة هادي خلينا مع اللي بتجمع الناس وتحتوي الناس بنحبكم عند مفترق طريق المقبل اتجه إلى اليمين إذا كانت إجابتك ألف الجامعة اتجه إلى اليسار إذا كانت إجابتك ألف الفارقة واو الجماعة وبعدها ألف الجماعة فسو ألف الجماعة يلا الفارقة 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 يارب اختارت بريق الأخبر اتجاه نحو اليمين أما الفريق الفضي رح يسار والجواب الصح هو اليسار فبالتالي سيكمل الفريق الفضي بكل سهلا بطريقه نحو النهاية أما الفريق الأخضر بتزيد عليه ثلاثة كيلو مترات السؤال الرابع من هي أول امرأة فازت بجائزة نوبل أنا إرنو ماري كوري من يختي؟ إحنا عدونا معلومات في الرئيسي كسيارات قديكم أحلى نوع السيارات بس يعني نوبل مين يا عمو والله أمريك سمعتني بنوبل؟ لا آري إنو ما قد مرت عليه صراحة عشان يعني عشان نستبعد الإجابات الخاطئة وما في لجوابين نستبعد حتى ماري كوري قد مرت عليك ماري كوري أنا قد مرت علي دولة كوريا جائزة نوبل هي يو بس لا أمريكية مهي والله حبايبي فيه فرق بين الأوسكار والنوبل أنا إرنو هنا أنا ولا ماري كوري 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7 هنا أنا ماري رح اسم ماري كوري خلنا تفك خلنا تفك إلا دعو اسمعني اسمعني إذا طلع غيرت مو بدك ترومني عند مفترق الطريق المقبل اتجه إلى اليمين إذا كانت إجابتك أنا إرنو اتجه إلى اليسار إذا كانت إجابتك ماري كوري قل لي الإجابة هي ماري كوري الإجابة هي ماري كوري أنا مقتنع أنا مقتنع وراضي ويقدم إليه طعام والسقية وأنا لسه تهد الضغط ماري كوري لو ما فزت يا بالك خلاص الحين بروح يسار تكد الحين خاص ما قلت لك هذه المرة السيارتين راحوا يسار وهذا هو جواب الصحيح يعني يا دار ما دخلك شر آه والله كوري عجيب والله والله صدف والله ومصدف لا صدف هل تحليل وقرأت هل تحليل وقرأت غريبين كل التحليلات غلط بس الإجابة صحيحة في أحد داعي لهم بس إش رايك في التحليل حق أنا والله خطير بس الأخير هو هذا اللي أشتغل يعني صدقيني هذا هو ولا صح حادي بادي كروبز بادي ماريكولي المرأة الوحيدة اللي عندها جائزة نوبل للفيزياء مرتين واحدة منهم في عام 1903 وكمان كانت رايدة في علم الأبحاث المشعة عشان كذا اكتشفت الراديوم والبولونيوم يغيش شعورك انو احنا كي في السيارة قادي الجاوبة يجيبها صاح ومشو طيب مين وايل في ناس حولنا كده راح يدوها وموحد تأخر على مديرة شوك هذا شوك قادي صايا السؤال الخامس متى أعلن رسميا عن انقراض حيوان الغزال السعودي من الأراضي السعودية 2008-2010 الغزال من قرض اهو جنبي ما شاء الله الغزال هنا قالس يا جماعة الله كيوت الله لا يفرقكم ان شاء الله 2008 تحش تاريخ قراضي تاريخ ايش؟ تاريخ ايش؟ تاريخ قراضي القراضي؟ تحس كده جو القراضات يفجأ جاء الخزال وقت قال ينوت؟ حس سبيلا القراض لا حس ينوت مو بجوي صراح 2008-2008 مو بجوي حياة كده في الرابع من تموز خليها 2010 اقول لك ليش؟ خلاص 2010 لانه احنا جينا كان فيه الغزلان ومعروف عن الغزلان نسمع ان السعودية الأرض خصبة بالغزلان خلاص مو من زمان يعني خليه سنة ما هو 2008-2010 عند مفترق الطريق المقبل اتجه الى اليمين اذا كانت اجابتك 2008-2008 اتجه الى اليسار اذا كانت اجابتك 2010 نضبط على 2008-2008 2008-2008 خلاص جاءب نهاية 2010 2010-2010 بسم الله الرحمن الرحمن 2010 يارا والله صراحة توتر الفريق الصد يقول 2008 وراح يومين والفريق الأخضر يقول 2010 وراح يسار الجواب الصح 2008 مع ليش الفريق الأخضر سامحنا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية يعلن أن الأسد العربي والنعام العربي والفهد الصياد والغزال السعودي من الكائنات الفطرية والتي انقرضت تماما من السعودية الأسد العربي الذي تغنى به الشعاراء انقرض من أكثر مئة سنة بينما الغزال السعودي أعلن عن انقراضي رسميا في عام 2008 أقول لك أقول لك أنزل من السيارة يا بنت أقول لك خلينا ننزل الغزال الرئيئة ما الناس الحلوة السيئة يا سيدي يا جماله ما لو ضغط اكترا عليه ما تعرب مني حبة لا لسه شوية حبة طب وحيات المحبة مدم جيت جنبي خلاص خليك الطبلة او تعال يا ابن الحلال خلاص آسف شكلي غلط في الكلمات طب على الأقل نكمل الحلقة المهم السؤال السادس يقول لا تلاقينا أمام الناس يسلم ولا يبين أي حد مننا متألم لا يخلينا حكاية كفاية ما جرى مننا كفاية ما اسم الأغنية قل له من بعد مسح ولعب خلص حنانك قل له قل له قل له ايوه ايوه عبد المجيد عبد الله البنات كلهم يشتغل مخهم يا سلام مين المغلية عبد مجيد عبد تقالله عند مفترق الطريق المقبل اتجه الى اليمين اذا كانت اجابتك اتجه الى اليسار اذا كانت اجابتك من بعد مسح لعب اكمل طريقك الى الامام اذا كانت اجابتك خلص حنانك الجواب هذه المرة اتجهت السيارتان الى اليمين وهذا هو الصح ويا دار ما دخلك شهر مرة ثانية وكله أكيد طفولاتنا كانت رهيبة اتذكر لما ضعت في منتزه السلام وانا صغير استقبلوني اهلي بحب بألفة 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 لدرجة اني معضعت مرة ثانية مين فيكم قضاع هنا مبروك لقد وصلت لنقطة بتستوب يا اهلا وسهلا بطارق راشة وافنان ها ايوه 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 مرة صعبة نحتاج مساعدتك يا طارق مرة صعبة مو حلوة تم موضوعكم عندي راح عطيكم أسئلة مرة سهلين يعودونكم عن الليب كافوا يا الديبان تعجبني كم تبلغ مساحة منتزه السلام؟ 253 ألف متر مربع ولا 315 كبير هو صح مرة؟ انت ايش تختارين إجابة 253 ألف ولا 315 متين الأول يشتهر منتزه السلام بالنخل كم عدد شجر النخيل الموجود في المنتزه؟ طيب مجره 50 3900 شرفني بالنخلات ترى هذا صعب 1250 مان يشتهر بالنخل 1250 الروح السؤال اللي بعده بيكبن تعرفين ساعة بيكبن؟ اي بيكبن مو في بريطانيا موجود في بريطانيا ولا في باريس؟ لا بريطانيا ما هو اسم وادي حنيفة قديما؟ وادي العرض ولا وادي الروضة؟ العرض توقع قل قل العرض العرض وادي العرض الروح السؤال اللي بعده ما هو الكوكب الأحمر؟ مارش 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 الروح السؤال اللي بعده ما هو نوع الحبوب التي يتم الحصول منها على القلوتين؟ القمح ولا الرز؟ القمح الروح السؤال اللي بعده هي مدينة الفل ومشت الكل ما هي؟ جيزان؟ أم حاين؟ جيزان أيغا؟ بمهوت شاية زين بنفل يقله الفحيح؟ صوت أي حيوان؟ أفعى ولا أشخلية؟ والله يبنيين الأفعى الأفعى في أي مدينة تجد مدينة الملك عبد الله الرياضية؟ جدة ولا الرياض؟ جدة حقنا أمي الحق الدرق أيوة يا أبويا وام كده خلصت البيت ستاب بلتوا فيك في ناس إلى الجاية أسمع أسمع قول لنا الإجوبة صح الخطأ إيش ارفع يدك فوق وارفع يدك الثانية فوق وقل يا رب أفوز السؤال السابع في أي سنة تم افتتاح مكتبة الملك فهد الوطنية 1980 1990 أكبر الله أكبر على السؤال 80 توقع مكتبة الملك فهدية هذه عريقة ما يبيلها لا 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 90 واضح لنها معروف 1980 1990 أنا أشوف 1980 يعني زي ما قلت إيش وأنا أشوف 1980 لأنه من زمانات أنا أسمع عنها من من زمن الزمانات ترى متسلت وثقتك في الإجابة هذه مرة يا حبيبي جاوبنا كل الأسئلة صح بفضل الله ثم فضلي أنا أنا قصت لي يقول التيمور ثم فضلي عند مفترق الطريق المقبل اتجه إلى اليمين إذا كانت إجابتك 1980 اتجه إلى اليسار إذا كانت إجابتك 1990 تعمية وتسعون 1990 تعمية وتسعين سيارة بيطلع الجواب صح 1980 في آخر سؤال لهذه الحلقة اتجهت السيارة الخضرة إلى اليمين والسيارة الفضية إلى الإيسار وهذا هو الجواب الصحيح لا عد مع نفسكم عد مع نفسكم خلاص أنا تعبت نفسيا ياس كفا 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 والله يا فنان أنا كنتشفت حارنا إن أنا وإنتي ما عندنا ثقافة إحنا عندنا ثقافة على حسب اهتماماتنا هي اهتمامات ثقافة الفلة لما قالوا قلت يلا من جد باص قد رحتها بوقتها هذه قد رحتها قد رحتنا أقرأ كثب كثير على فكرة صد إيش أخي كتاب قرأتها فن السجاح كم تتوقع عدد الكتب الموجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية عشان أسهلك مليونين وأربعمائة ألف كتاب ومصنف الآن وصلنا عزيزي المشاهدين للفقرة الأجمل بالنسبة لكم ولكن المرعبة بالنسبة للمشتركين مشتركين في السيارة الخضرة الرشا وأفنان وهنا عندنا عزام وبرون أما الآن ما عن نتائج نبدأ بيه الفريق الأخضر أفنان جوه تكرع الخسارة ما لومها كمتسابقة ناجحة تحب دايما تفوز أفنان ورشا عندكم أربعة أسئلة غلط فريق الفضي عندهم ولا إجابة غلط نروح للفتستو من عشرة أسئلة الفريق الأخضر جاوب على تسعة صح من عشرة تسعة صح يعني غلطه في واحد والفريق الفضي الفريق الفضي تتاوب على سبع إجابات صحيحة المجموع ثمانية وعشرين كيلو للفريق الأخضر وثمانتاشر كيلو للفريق الفضي ألف مبروك لعزام وبرون نعم تفلوا على الكاميرات تستاهلون قبل ما تنزلوا عندك الشيك موجود جوة السيارة عشرة آلاف ريال جائزة إحنا يا جماعة الخير برنامجة تستلمها مباشرة ألف ألف مبروك عزام وبرون تستاهلون سخي في دبان مبروك كيف شعور الفوز؟ والله أول مرة أحس بحرور ديب ديب يا جماعة الخير كذا فايز معنا عزام وبرون أبريكم احتفالية خاصة فيهم بس واحد اثنين ثلاثة أيوة أنا كنت أتوقعت سي لأنه أنا أتوقع ديب سي دعني متسابقين كل ما جاء واحدين يحتفل معنا يسوي سي لا يسوي سي هسوي سينا جماعة الخير واحد اثنين ثلاثة سي ألف مبروك لفريق الفايز معنا وهارد لك لفريق الخسران وتابعونا في الحلقة الجاية اللي بتكون نار زي الشطاق مرة زاية بنكون فايز ديني شطاق موسيقى 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 موسيقى